هنروح ليه السيدات عندنا السيدات طبعا بتلعب نفس البطولة بطولة أفريقيا اللي بيستعد لها الكبار ولكن المنتخب السيدات الحقيقة عامل يعني شغل جاي جدا هنقول انه بيلعب في بطولة أفريقيا اللي بتتلعب دلوقتي في الكاميرون عملوا يعني الحقيقة مطشاط قوية جدا من ضمن المطشاط اللي عملوها انه مفازوا وتصدروا بالمجموعة خلي بالكوا ده موضوع صعب جدا انت تلعب في أفريقيا وتتصدر مجموعتك طب مطشاطهم كانت مين لعبوا الكاميرون وفازوا عليها بنتيجة 3-0 دي كانت الحقيقة يعني بالنسبة لي مفاجأة كبيرة والأول بدأوا بالجزال 3-0 وبعد كده لعبوا الكاميرون آسف وسط جمهورها 3-1 وبعد كده فزنا على الفريق العنيد نيجيريا فطبعا الحقيقة يعني الموضوع صعب جدا وبعدين قررنا النتيجة 3-0 مع بروندي من شوية كسبت أربع مباريات من أربع زي ما انت حداركم شايفين في جمهور لأمن الكاميرون من الدول العظمة في الطيرة آه طيب وخلي بالكم في مالي كمان احنا مالي يعني لسه برضو ما استضمناش بيها لأنها فريق قوي ولكن منتخب تصدر المجموعة وده يخليك بنسبة كبيرة تأفويد ان انت تقابل فريق جامد هتلعب مين في دور التمانية هتلعب وغندا منتخب ضعيف نسبيا الرابع مجموعته انت ان شاء الله تقدر تفوز يعني انت بإذن الله حاجز مقعدك بنتاجك دي في قبل النهاء وكل مقام المقال اتمنى ان احنا نتجنب مالي في قبل النهاء مالي فريق عنيد بس ان المالي ما كاتش في مجموعتك غالبا هي اللي في طريقك وقبل النهاء اتصور طيب طيب يبقى احنا يعني المشكلة الكبيرة ماشي يعني كينيا هي الاهم من مالي كمان لو احنا مقدرناش نصطدم بكينيا يبقى ده موضوع مهم جدا وده هيبان مع دور التمانية بإذن الله زي ما قلت لحضراتكم سبع لعبات من اصل 14 طيب مين هما عندنا دعاء الغباشي ايا خالد زين العالمي نادا وليد دعاء محمد مي غزال صارة امين الحقيقة كمان اللي بتعمل مطشاط كبيرة جدا نادا وليد اللي برو الحقيقة كل الاشهادة جاية من هناك من الكاميرون بمستواها وقديها هي مقديها مباراة جايدة كمان دعاء الغباشي عندك كمان مي غزال وصارة امين عاملين الحقيقة مباراة جايدة جدا لجي كل بصراحة كل لعبات النادي الاهلي امين بمباراة جايدة بشكل كبير هنروح من الفريق الكبير لسيدات الكرة الطائرة هنروح لفريق الشبات الحقيقة بيلعب كأس العالم وللأسف لم يوفق في مباراته أمام المكسيك في مبارات ختمية في مجموعته لعشان يخسر مبارتين ويفوس بمباراة ويلعب على تحديد الملاكس من التسعة للستاشر هزيمة 3-2 وايضا قدام المكسيك بنتيجة 3-1 طيب المنتخب ايه جاء ايه ماتشاطه كانت زي ما قلت لحضراتكم هو ابتدأ في البداية مع طايلند وفاس 3-1 وخسر من اليابان زي ما قلت لحضراتكم 3-2 وكان مباراته مع المكسيك كانت تضمن له الفوز ولكن هو خسر 3-1 هارد لك انا رأيي عدم التأولة مبارات اليابان اليابان كنا قريبين جدا من الفوز خسرنا بصعوبة ولكن المكسيك يعني ما بعتبرهاش مبارات التأهل هي كانت مبارات اليابان اللي كانت اقرب لنا والمنتخب زي ما قلت لحضراتكم من التسعة للستاشر تحديد مراكزنا نتمنى ان شاء الله انه يخضوا على الأقل المركز التاسع بعد التمانية الكبار هتبقى حاجة كويسة بإذن الله المنتخب ده بيدوم في صفوفه لعبة واحدة من الاهلي وهي سلمة يوسف سنتر المنتخب الاساس اللي على الشاشة موجودة طبعا واللي بتعمل البلوك اللي حضراتكم شايفينه شكرا